بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية عاشر موضوعنا اليوم النموذج الميكانيكي الموجي للذرة وهو آخر موضوع بوحدة الأولى من الكيميا طبعا حكينا إحنا سابقا عن بور وفرضياته حكينا عن قانون طاقة المستويات وأنا كيف بوجد طاقة المستوى والفرق بين مستوى وآخر رح نبدأ بالنموذج الميكانيكي للذرة طبعا العلماء توالت تجاربهم لمعرفة طبيعة الإلكترون بعد نظرية بور حكي بور فيه إلكترون بنتقل من مستوى إلى آخر فليش استمرت التجارب؟ لأن بور ما تمكن من تفسير الطيف الذري لذرة الهايدروجين فقط يعني هو فقط فقط فسر ذرة الهايدروجين ولم يفسر أطياف العناصر الأخرى أهم الإنجازات كانت بالعلماء في معرفة طبيعة الإلكترون في عندي دي برولي دي برولي وسردينجر دي برولي أوجد خصائي أن الإلكترون له طبيعة مزدوجة موجية ومادية أنه عبارة عن موجة وجزئات مادية وشردينجر وضع تصور للإلكترونات حول النواة سماه النموذج الميكانيكي للذرة كمان أنه أشار أنه أكبر احتمال لوجود الإلكترون هو المنطقة الموجودة حول النواة الأفلاك أو المدارات العاشر اللي هي الموجودة فيها الإلكترونات ووضع معادلة رياضية سمت المعادلة الموجية إذن حكينا الفلك هي المنطقة الموجودة حول الإلكترونات اللي تشبه السحابة يعني يفسرها بهذا الشكل اللي هي كأنها إحنا المدارات اللي بنوزع فيها الإلكترونات التوزيع العادي تمام؟ هلأ معادلة سترودينجر نتج عنها أربع أعداد كم سمى هاي الأعداد بأعداد الكم سنة أربع أعداد أعداد الكم كانت عندي عدد الكم الرئيس رح نجيب التفصيل عدد الكم الفرعي ورمز L الرئيس رمز N وعدد الكم المغناطيسي رمز ML وعدد الكم المغزني رمز MS فلما أجي أحكي المقصود بالكم هو مقدار محدد من الطاقة ينبعث من الذرة المثارة نتيجة انتقال الإلكترون فيها من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل ونستطيع إيجاد الطاقة أو فرق الطاقة بينهما تمام هلأ رح نبدأ يا عاشر بتفصيل أعداد الكم وبيدي تركيز هون أعداد الكم أنا رح أشرح كل عدد بالتفصيل أول عدد الكم هو العدد الكم الرئيس وهو الرقم N الرقم N يا عاشر إيش بيمثل؟ طبعا هاي بعتبرها خصائصه تمام؟ أو تفسيرات إله خصائص عدد الكم الرئيس أوكي عندي أول إشي عدد الكم مستوى الطاقة الرئيسي تمام؟ يعني أنا المدار الموجود حول النواة اثنين يمثل معدل بعده عن النواة يعني مدار أول مدار ثاني مدار ثالث وهكذا يأخذ قيم صحيحة أنا بحكي لك ببدأ من المدار الأول وينتهي إلى المال النهاية يرتبط بحجم النواة طبعا كيف؟ كل ما كان المدارات أكثر كل ما كان الحجم أكبر يرتبط بمعدل بعده عن النواة يعني إله علاقة ما بين بعده كل ما كانت إن أكبر بيكون بعدها أكبر يعني المدار الثاني بعده أكثر عن النواة المدار الرابع بعده أكثر عن النواة يدل عدد الكم عن رقم الغلاف يعني أنا بأي مدار مدار أول مدار ثاني مدار ثالث وهكذا إذن هو عبارة عن رقم مستوى الطاقة الرئيسي ورقم الغلاف الرئيسي هلأ شو بيحكي لي في عندي زي ما حكيت لك إن كل ما زادت إن بزيد بعد المستوى عن النواة فالإن الأكبر هي الأبعد منطقيا وإن الأبعد هي الأكبر حجم وإن الأبعد هي الأكبر طاقة تمام؟ لأن طاقتها بدها تكون أكبر مثلا لما أحكي مدار خامس بالنسبة للنواة حجمه أكبر إن هاي النواة حواليها خمس مدارات لما أحكي إن خمسة معنتها الأبعد عن النواة لما أحكي إن خمسة معنتها طاقتها الأكبر تمام؟ في عندي هون مثال بحكي لي أيهما أكبر حجم إن ثلاث أم إن أربعة أكيد إن أربعة لأنه منحكي الأبعد هو الأكبر حجم أيهما أعلى طاقة مستوى إن واحد ولا إن اثنين طبعا إن اثنين ليش؟ لأنه حكينا الأبعد أو الأكبر إن هو أكبر طاقة مستوى هاي بالنسبة لإن إذن عندي عاشر إن تعبر عن مستوى الطاقة الرئيسي عدد الكم الثاني هو إن اللي بنرمزله بعدد الكم الفرعي طبعا هون بدنا نركز شوي عاشر يتكون الكم الفرعي أنا عندي المستوى الرئيس اللي هو إن له مستويات طاقة فرعية تمام عدد هاي المستويات تساوي عدد رقم المستوى يعني المستوى الأول في مستوى فرعي ثاني واحد آسف المستوى الثاني في مستويان فرعيان المستوى الثالث في ثلاث وهكذا إذن عدد المستويات الفرعية يساوي عدد المستوى الرئيسي يعني إن تساوي عدد المستويات الفرعية هلأ عند المستويات الفرعية توجد عفو نيمش ثلاث أربعة مستويات فرعية المستوى أس وبي ودي وإث طبعا رح نجيهم بالتفصيل كمان يا عاشر إذن المستوى S شكله P شكله D شكله و F شكله هاي مستويات فرعية فلما أجي أحكي بالمستوى الأول كم مستوى عندي فرعي رح يكون واحد إذن فقط S لما أجي أحكي المستوى الثاني كم مستوى فرعي رح يكون فيه اثنين معناته S و B لما أجي أحكي المستوى الرئيسي ثلاث كم مستوى فرعي فيه رح يحكي ثلاث اللي هنا S و B و D المستوى الرئيسي الرابع S و B و D و F هسا رح تحكي للخامس رح نجيهم بالتفصيل لأنه أنا رح يصير عندي توزيع إلكتروني جديد إحنا كنا نوزع 2 8 16 وهكذا أو 18 وهكذا هلا لا برح يتغير التوزيع نكمل هسا بحكي لي قيمة المستوى الفرعي قيمته يعني L لهذا المستوى إحنا حكينا عندي أنا أربع مستويات عددها نفس عدد N هسا قيمة ال L هاي كم تساوي المستوى الأول عندي دايما N ناقص واحد معناته قيمة L صفر بالمستوى الثاني قيمتها واحد بالمستوى الثالث رح نحكي اثنين بالمستوى الرابع رح نحكي ثلاث وهكذا تمام هلا بدنا نبدأ يا عاشر بشرح تفصيلي للمستويات الفرعية اللي حكينا عنهم المستويات الفرعية اللي هم الأربعة S و P و D و F رح أبدأ بأول مستوى أو غلاف اللي هو S طلع يا عاشر S يحتوي على فلك واحد يعني فيه فقط مدار واحد متى يظهر؟ يظهر من المستوى الأول كم إلكترون بالتسع؟ بالتسع فقط إلكترونين إذن هو في المدار له غلاف واحد بما أنه طبعا كل فلك يعني كل غلاف كل غلاف يا عاشر أو كل فلك يتسع لإلكترونين فقط فسعة القص واثنين وشكله كروي هي شكله يا عاشر عبارة عن كرة طبعا إله مرسوم بالثلاث أبعاد محور سيني وصادي والمحور زد له العين لما نحكي ثلاث الأبعاد زينا ما نحكي ثلاث الأبعاد رياضيا المستوى P طبعا خصائص وحفظ أنا بهمني P يحتوي على ثلاثة أفلاك يعني كم إلكترون حيث تسعي عاشر زي ست إلكترونات ليش؟ كل فلك برجع بعيد كل فلك يتسع لإلكترونيا فقط من متى بظهر؟ بظهر من المستوى الثاني شكل الطلع عشر شكل زي الإنفينيتي إذا كان على Y بسمي BY إذا كان على X بسمي BX وإذا كان على Z بسمي BZ وهكذا شكله بنسميه المغزلي يسمى شكله بالمغزلي المستوى الثالث وهو D ال D في خمس أفلاك يعني كم إلكترون بالتسعي عشر؟ لعشرة ليش لعشرة؟ كل فلك يتسع لإلكترونيا فقط في كل مستوى إله في إلكترونيا يبدأ بالظهور من المستوى الثالث وسعة القصوى عشر إلكترونات لأنه حكيت لك خمس أفلاك كل فلك في إلكترونيا طبعا هنا أنا بالنسبة للرسم مش كتير واضحة يا عاشر فيه الرسم صفحة 21 هاي الفلك D إذا مرسوم على Z على X هنا وعلى Y إذن DYX مرسوم على Z DZ مرسوم على Y والZ DYZ مرسوم على DX وهكذا الرسم مش كتير بصراحة أنا بهمني شكله تميزي إنه هذا فلك D ما بهمني على أي محور طبعا الأفلاك تطلع يا عاشر كل واحد فلك يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إله أرغمس محاور كل محور يعبر عن فلك تمام؟ هاي بالنسبة للD الروع على آخر مستوى وهو مستوى المستوى الفرعي لا الـ F يحتوي على سبعة أفلاك طبعا F مش وارد بالكتاب يا عاشر بس احنا ضروري نعرفه لأنه أنا لو قدام فيه عندي توزيعات رح أدخل فيها F سبعة أفلاك بما أنه سبع أفلاك معناته يتسى لأربعة عشر إلكترون كل فلك إلكتروني يبدأ بالظهور من المستوى الرابع يبدأ بالظهور من المستوى الرابع شكله بهذا الشكل تمام؟ هاي بالنسبة لمن؟ لا المستوى الفرعي F هل معطيني هون سؤال بيحكي لي ما أوجد العدد الكم الفرعي وقيمة L لكل من المستويات الآتية بده عدد الكم عدد الكم يساوي رقم المستوى يعني بالمستوى الأول يا عاشر عندي رقم فرعي واحد من هو رح يكون الـ S لأنه S بيظهر بالمستوى الأول قيمة صفر ليش؟ إن ناقص واحد L تساوي إن ناقص واحد فلازم نعرف إنه بالمستوى الأول عندي فقط عدد كم واحد عندي مستوى فرعي فقط هو S قيمة L اللي هي عدد الكم الفرعي قيمتها L إلى تساوي صفر تساوي صفر بنوائجة الصفر من إن ناقص واحد في المستوى الثاني عندي مستويين اللي هم من رح يكون S و B ليش S و B؟ لأنها B بتظهر بالمستوى الثاني قيمتها رح تكون S الـ L إلها صفر خلاص تبتت والـ B الـ L إلها واحد هاي الأرقام تحفظ يا عاشر هاي الأرقام تحفظ الروعة المستوى الثالث فيها ثلاث أرقام عددها الكم الفرعي ثلاث إذن فيها ثلاث مستويات فرعية رح يكون S و B و D إلا S حكينا صفر و B واحد و D اثنين تمام؟ الروعة المستوى الرابع كم مستوى فيها؟ أربع مستويات إذن عدد المستوى الفرعي يساوي رقم المستوى اللي أنا فيه أربع فعندي لهن الأغلفة S و B و D و F S صفر B واحد D اثنين L ثلاث لمين للF يعني L ثابت للمحاور يعني الأغلي غلاف الS دايما L إلو صفر والB L إلو صفر مين هي L؟ هي قيمة العدد الكم الفرعي اللي هي عدد الكم الفرعي إلها والB واحد والD اثنين والF ثلاث تمام؟ هاي الأرقام ثوابت عاشر